أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 133 مليون ناس أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات النتيجة عن الفيروس إلى أكثر من 3 مليون و30 ألف وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة بالصين بدسمبر 2019 التفاصيل في سياق التقرير التالي تزايدت اللقاحات ولم تهدأ التحذيرات من خطورة فيروس كورونا الذي ما زال يهدد الملايين حول العالم ضمن موجته الثالثة والتي تعتبر من أشد موجات الفيروس وسارع الدول العالم في توسيع عمليات التطعيم والتلقيح ضد الفيروس التاجي حيث ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن العالم الشهيد أكبر حملة تطعيم في التاريخ مشيرة إلى أنه تم إعطاء أكثر من 704 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في 153 دولة أي ما يقارب 16 مليون و100 ألف جرعة في اليوم الواحد وهو ما يكفي لتطعيم 4.6% من سكان العالم وفاق عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الولايات المتحدة وحدها عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ تفشي الوباء حيث تعتمد دول العالم على اللقاحات كسبيل وحيد لعودة الحياة إلى طبيعتها ومع ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم لنحو 133 مليون حالة واقتراب عدد الوفيات من ثلاثة ملايين دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى خطة عالمية جديدة لتخفيف عبء ديون الدول الفقيرة والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا مناشداً القادة السياسيين ورجال الأعمال توفير اللقاحات للجميع خاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً واعتبرت العديد من دول العالم أن الأرقام المسجلة بإصابة كورونا لا تعبر عن الواقع الحقيقي لحجم الفيروس حيث إن عدد الإصابات الحقيقي يفوق الأعداد المسجلة وهو الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وسياسة التباعد باعتبارها الطرق الأكثر نجاحاً في التعامل مع الفيروس